طيب نتكلم طبعا يا جماعة شوية على الايه? على الزد. هناخد مثال كده ونفهم الدنيا شكلها عاملة ازاي يعني في الايه? في الجزء بتاع باستخدام الزد. الموضوع شوية مع اللي هو الاو سي ال. بس كأن الزد بتتكلم في ليبل اقوى من الاو سي ال او اعلى من يعني قبل ما اقسم الحاجة غالبا الفكرة في مخي وازاي الحاجات مع بعضيها فغالبا الايه? ده المنظر الموجود عندي في الايه في الزد. فطبعا هنا هتكلم معكم على كأنه يعني خاص بالفلايتس. انا هحاول يعني ابزل فيه شوية مجهود بالزد عشان اتأكد ان مش هيحصل مشاكل بعد ما اعمل الايه? بعد ما اعمل او بعد ما اعمل فالفكرة طبعا هنا ان انا اه ايه المكونات اللي عندي او ايه الاجزاء بتاعتي فيه طبعا ابسط حاجة موجودة في الزد اللي هي الست. مجموعة مثلا من الرحلات مجموعة من المطارات فدي بيسموها ايه سيد. فدي ابسط موجودة عندي في الايه في الزد. الزد مش هتكلم عن الاريز او عن مثلا او عن عن لينكت ليست مسلا بس هتتكلم على حاجات بعد كده كان بي باستخدام الايه? باستخدام الحاجات دي. اوكي? فغالبا ده يعني الميزة القوية في الزد انها بتتكلم في قبل ما تبدأ انت تختار هتبرمج بايه? او هتعمل بايه? اه الحتة التانية اللي هي اسمها فانكشن. فهمناها? فانكشن معناها ان انا كأني مش فانكشن يعني فانكشن بتاعت السي وتاعت الجافة لأ فانكشن هنا مقصود بيها علاقة بتوين حاجتين ومعناها غالبا وان تو ميني. وان تو ميني بتوين حاجتين. فدي بيسموها فانكشن. ليه فانكشن? عشان لما بقى واقف في ناحية الميني هابقى عارف مين الوان بتاعي. فدي بيسموها فانكشن لانها ملهاش غير ايه? غير اوبوت واحد او ملهاش غير الصورة واحدة بس في الناحية الايه? في الناحية الاخرى او في الناحية التانية. اه طبعا هيبقى في بعض الاحيان محتاج سيكونس. اقول مسلا اه ارتب الحاجة مسلا بالشهر. شهر يناير شهر فوبراير شهر مارس. او مسلا ارتبهم مسلا حسب الشلف. شلف نمبر وان شلف نمبر تو. فيبقى عندي مجموعة من خمسة ستة اربعة. معناها ايه مسلا? خمسة في الشلف الاولاني. وستة في الشلف التاني. واربعة في الشلف. يعني كانها الري. كانها الري. بس دي بتاعها بيسموها ايه? بيسموها سيكونس. اكي? طيب. اه غير كده بقى ممكن يبقى في عندي حاجة زيادة او حاجة اخوة شوية من الفانكشن اللي هي بيسموها اللي هي غالبا بتبقى ميني تو ميني. لما يبقى عندي علاقة بتوين حاجتين ميني تو ميني. طلبة مسلا والكورسات. فبينهم هيبقى فيه ايه ايه او بينهم هيبقى فيه في الليفل بتاع الزيد بيسموها الريلاشن. زي ار ليتتو ايه ايه او ابدأ بقى اتكلم على الريلاشن. هضيف حاجة من الريلاشن. هزود عليها حاجة. هشيل منها حاجة. فغالبا ده اللي احنا هنتكلم عليه. انا كده هبدأ اتكلم على الابريشن. مثلا ان انا عايز اضيف رحلة. عايز اعرف رحلة معنا راحة من فين لفين. اه قبل ما فكر ان انا هعملها باللينكت ليست ولا هعملها بالقرية ولا هعملها بسي كيو ال تيبولز. فدي القوة اللي في الزيد. انها بتديني يعني ايه اعبر زي عن الحاجة. اه في الليفل بتاع القبل ما تبقى او قبل ما تبقى يعني دي سايدد النهاية هتبقى بقاني لغة برمجة. فطبعا هنا ده اللي احنا لسه بنتكلم عليه الزيد كأنها عاملة زي كيوب كده. ممكن تتعامل مع 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 او مع فغالبا بتتكلم في يعني قبل ما تبدأ انت تحصل الموضوع في مشكلة احنا هنحاول ان احنا ايه نشوف الحاجة شغالة صح او شغالة غلط او ازاي تشتغل صح قبل ما انت ما ايه ما تفكر من منظور كلاس دي اجرام او ما تفكر مسلا من منظور الاسكويل تيبل يعني. تمام. فطبعا يعني كان في بعض الحاجات اللي احنا اه اتكلمنا عليها مسلا المرة اللي فاتت لو انا مسلا عايز اعمل آآ آآ عايزة اللي احنا اخدناها في المحاضرة. فبتكلم على آآ مجموعة مسلا من الكتب آآ اللي موجودة عندي مسلا وبقول ان في عندي في كتب جوة المكتبة وفي كتب بورود يعني في كتب مستعارة وفي كتب آآ آآ وفي كتب مفقودة. يعني طبعا دي من الحاجات اللي هي المزايا ان الواحد يبقى آآ متخيل ان فيها اخطاء هتحصل. وان السيستم مش هيوقف اول ما الخطأ ما يحصل ويهنج يعني. بس ممكن تبقى في كتب ميسنج يعني. فانا هنا عندي تلاتة ستس من الايه من الكتب. تلاتة ستس من الكتب. آآ كتب موجودة عندي في المكتبة وفي كتب مسلا مستعارة اللي هي البرود وفي كتب اللي هي كتب مفقودة يعني. وعايز اقول حاجة ان ما ينفعش مسلا ان ايه الكتاب يبقى مستعار وموجود عندي الكاب يعني. فغالبا ببدأ اقول شوية حاجات اللي هي بيسموها الحتة التانية في الزد بقى. فيه حتتين في الزد. الفؤانية اللي هي بيسموها او بعرف التلاتة داتة دولة ان هما هيبقوا من نوع ايه? وبي هنا اللي هي معناها باور ست. يعني كإني معناها انها ست اوف كزا. ست اوف ايه بوك اي دي. بوك اي دي. آآ وطبعا اللي تحت بقى معناها دايما هيبقى عندي التلاتة دول مالهمش داعوا ببعض. يعني الالمنتس اللي فيهم مش هبقى فيه بينهم انترسكشن. فمسلا الكتب المفقودة ما ينفعش الكتب يبقى ضايع وفي نفس الوقت او النسخة تبقى ضايع وفي نفس الوقت تبقى موجودة on shelf. او ما ينفعش تبقى برود وانا حاسبها انها ضايع او ما تنفعش انها تبقى on shelf وانا حاسبها مثلا انها برود. فطبعا ثلاث حاجات. انترسكشن بينهم اتنين اتنين دايما بيبقوا فايل. فايل هنا معناها او الصفر دي فايل. اللي يعني معناها ان هو مفيش بينهم ايه مفيش بينهم تقاطل. اه حد اعبر عن حاجات زي ما احنا شايفين كده على العليمين برو برو يعني ايه? يعني حد بيستعير كتاب من الايه? من المكتبة. من منظور المكتبة اه ايه اللي حاصل? اه في اول حاجة بتحصل ان انا لازم اقول له كتاب مين اللي انا هستعيره. اللي هو ايه? اللي هو طبعا البي وراها علامة استفهام. فده معناها اللي اسمه بي. وده نوع انه هو كتاب اي دي رقم الكتاب. طيب. اه هنا دلتا لايبرري معناها دلتا احنا انتفقنا ورافقت معناها تشينج معناها ان انا هغير حاجة. في الايه? هغير حاجة طبعا في الايه? في اللي هيحصل هناك دوت او في المنصور اللي هيحصل في الناحية اللي ايه? في الناحية التانية. طيب اه يعني في دلتا وفي رمز تاني اللي هو تلت شرط فوق بعض دول او تحت بعض. اللي هو معناه ان انا مش هغير حاجة في الايه في ده. فبورو بعد ما اعمل بورو غالبا حلاقي عندي ان التلت دول والمسنج والبورود اصل فيهم بقى فيهم بري وبوست. بقى فيهم في الاول وبقى فيهم في الايه في الاخر. طيب تعالوا نبص بقى على الايه? على اللي هي هنا اه فبورو مقصود بيها البري والبوست مع بعض. طيب اه هنا اول حاجة عندي اه اللي هي صانية اه. كده يا جماعة الصوت وصل تمام كل حاجة تمام? تمام? انا دكتور ايو. اوكي. فهنا عندنا طبعا ايه? اه يعني بيقول له مسلا ان ايه ان لازم الكتاب اللي تستعيله ده يكون اصلا يعني موجود في الايه? في المكتبة. وبعد كده بيقول له الجديدة هتساوي ايه من القديمة? اللي هي غالبا معناها زي ما كنا بنتكلم من شوية اللي هي حتة بدعتها. هنا بقى ابوستروف معناها البوست كوندشن. بتساوي او يعني الاولينية مطروح منها الايه? اه السلاش دي ما عناها طرح طرح ستس. يعني السيت بشيل منها ست تاني. يعني. فغالبا هشيل منها اللي هو اسمه ايه بيه اللي انا استعرف. يعني هشيله من على الشلف. اوكي? وبعدين هضيفه عند الايه? عند البرود. فطبعا بالمنظر ده تبقى الدنيا كده ايه? واضحة. كل بتعمل ايه بالضبط مع الايه? مع الكتب بتاعتي. ايه الميزة او ايه قوة دلوقتي? القوة ان انا في عندي. انترسيكشن. واانترسيكشن بورويد. وبورويد انترسيكشن ميسين. التلاتة دول اللي هم بتوع اللي برود هيبقوا ابلايد على بورو. ليه بقوا ابلايد على بورو? او ايه اللينك اللي بينهم? اللينك اللي بينهم اللي هو دلتا ليبر어ي? دلتا ليبرى عملت ايه خلتني اه يعني في كل خطوة بعملها لازم ابقى حريص ان انا اه ابقى محافظ على الثلاث حاجات دولة او محافظ على عدد الانبريانس اللي عندي ان هما كلهم يبقوا صحة وهبقى محتاج حاليا يعني اعمل اعمل اثبات اه ان الكلام ده فعلا ايه تمام او ان الكلام ده فعلا ايه ممكن ما يبقاش تمام في بعض الاحيان فمحتاج ازبط نفسي او اعدل نفسي يعني مثلا دلوقتي انا شلت element من وحطيت ال element دوت في ايه في بورويت وكان عندي ال old intersection بينهم بفاي مفيش بينهم حاجة مشتركة فعايز اقول ان بعد ما شدت ال element من هنا وحطيته هنا لسه ال intersection بفاي ايه الميزة ال intersection بفاي ان ما حصلش بج ما حصلش مثلا حاجة اه يعني ايه حسبتها في مكانها يعني كأن الكتاب راح لله هيستعيره بس انت لسه فاكره ان هو on shelf فانترسكشن لو مش بفاي معناها ان انت في عندك ايه مشكلة طب ال intersection بفاي في الاول تمام انما بعد ما بتحصل ال operation دي هل بتتشك عليه او هل بتتأكد ان ان ال function دي وهي بتشتغل خطوة بخطوة حفعلا حت حتحافظ على ال invariance فاللي احنا بنعمل دلوقتي ان احنا بنشتغل في level اللي هو كأنه level قبل الكودينج وبتأكد ان كل حاجة هتشتغل هتبقى تمام هتبقى يعني سليمة دي بتاعتها كلها بكل حالتها بكل الكيس بتاعتها وبعدين لما ابدأ اعمل هبقى متأكد مية في المية ان مش يحصل عندي ايه او يحصل عندي مشاكل ايه المختلف لما باجي اعمل كودينج وبخلص الكودينج بتاعي ابدأ اتست مسلا الاقي ان انا استعارت الكتاب بس الكتاب لسه زي ما يكون في منه نسخة او زي ما يكون لسه باين في ان هو موجود لان انا من الاول يعني ما خدتش بالي ان انا المشاكل دي ازاي حاول ان انا اقلغيها او ازاي حاول ان انا هتخلص منه فطبعا بالنسبة للكودينج اللي هو الغالي او الكودينج اللي هو مش محتمل اخطاء يعني مثلا سيستم او سيستم يبقى فيه الخطأ يعني ممكن يعمل المشاكل الجامدة فانا بحاول ان انا اقلل للاخطاء بالنسبة للديفولوبر او بالنسبة للكودر فالكودر يبقى ما عندوش مجال ان هو يخطأ في اخطاء اللي هي بيسموها اخطاء كونسيبتش ولو اخطاء لها دعوة بالايه بالريكواربنت او بالسبيسفيكيشن اللي هي في الاول ايه بالاول دي كويس اوي. هنبقى نتكلم مع بعض مثلا على مسلا زي فلايتس مثلا من الحاجات اللي هي ان الواحد يعني ايه من مكان لمكان تاني يروح للمطار يشوف يحجز رحلة يا حاجات بالشكل دوت. فطبعا هيبقى فيه مشاكل كتير ان ممكن تبقى فيه عندنا داتا مش مزبوطة ففايدة ان انا استخدم الزد او استخدم في حاجة زي كده ان الواحد يافويد الانفاليد داتا. الدياتا اللي هي ممكن تكون مش ايه مش مزبوطة يعني. اه وطبعا الانفاليد داتا بيسموها او داتا او لس او سمول كواليتي يعني. فانا يهميني الدياتا بتبقى تبقى لها كواليتي عالية لان ده من المهمة دلوقتي في الايه في معظم يعني. اه اهم حاجة بقى طبعا بالنسبة لنا احنا كديفولوبر افويد سايد افكت اوف فانكشن. يعني ايه سايد افكت? يعني اتلاقي مثلا او بتعمل حاجة. وبتلخبط حاجات تانية على جنب. ممكن تكون بتلخبط طبعا عن عمد او عن غير عمد. بس في بعض الاحيان مثلا الديفولوبر بيعمل حاجة ومش عارف بتاعك. كأنه مثلا بيستخدم دوة والدوة دوت بيعمل مشاكل تانية مثلا صحية في حاجات تانية. فانت لو مش هتشك على المشاكل الصحية دي. فغالبا هي ايه? هيبقى كل شوية بتعمل مشكلة. كل شوية بتعمل مشكلة. ففي الاخر الخاص تلاقي نفسك عملت وانت مش عارف جات منين? او مش عارفت زيلها او مش عارفت ايه تعمل لها من الايه? من المشكلة عندك مسلا في التستيج. ان الواحد ان الواحد يبدأ يحط على الفانكشنز اللي عنده بالمنظر ده. المنظر ده هنا. اه انا بورو او بحط عليها من اللي في اللايبري لانها لها دعوة باللايبري. فبعرف الريستريكشن في اللايبري وفي حاجات تانية كمان وبعدين احط اللي فوق مسلا شكل الدلتا ده. فاقول ان الاسكيما جسمها اسكيما كل واحدة فيهم مربع الابيض دول اسمه اسكيما. فكل واحدة فيهم بقول ان انا متأكد مية في المية ان الايه? ان البورو هتحافظ على بتاعت السكيما بتاعت اللايبري وهعمل هعمل اثبات. ولو الاثبات دوت فشل يبقى معناها ان انا مش جاهز دلوقتي. محتاج ان انا ازود خطوات او ازبط حاجة في الايه? في البورو بتاعتي عشان تفضل محافظة على الايه? على المنظر الاثنان. يعني مثلا لو انا نسيت مثلا السطر اللي هو بتاع البوروود اه ازود البي عند البوروود اوكي? ممكن نلاقي ان بعض المشاكل هتبدأ تبان عندي. لان انا اه يعني في المنت ضاعت او في المنت ايه? اه بقت مش موجودة. راح فين الالمنت اللي انا شلته من فغالبا يعني ايه? لازم اه ممكن يعني زي ما زي ما احنا شايفين كده ممكن اقول اون شيلف اه يونيون بورود هما التلاتة مع بعض ودائما بيسوي حاجة ثابتة اللي هي مثلا الايه? كل الايه? كل الكتب اللي عندي. لان كل الكتب دي كأنها متريل لان تفنى ولان تستحدث. فلازم ان هم التلاتة دائما يكون مجموحهم. يعني الحاجة تكون اهنا ياهنا 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 ياهنا. اوكي? انا بقول اه، اه التلاتة لانا كتابهم معناها ان هما مفيش بينهم تقاطع. حاجة يقفوا واحدة من هم بس. طيب لازم برضو اقول ان الحاجة هتبقى في واحدة منهم هم التلاتة. يعني ما ينفعش ان اقول ان ما فيش منهم تقاطع واسكت. كي? انما لازم اقول ان مسلا مش هيحصل ان الايه? مسلا بعد فترة علاية مسلا انشلف خلصه او خلصت او علاية مسلا البرود خلصت نتيجة ان انا بتاعتي بتعمل حاجة عملة ضاع الكتب. او عملة مسلا انت ايه? اه تحط الكتب على وما تخليش البرود ايه فبالتالي بقت عملة تفضل اللي هي الايه? اللي هي طبعا البرود. فطبعا الميزة اللي هنا هنبدأ نتكلم عليها دلوقتي اللي هي اه فكرة بقى اه يعني دلوقتي انا عندي سيستم عايز اعمله. غالبا السيستم باخد عنه فكرة احنا كناس بتوع بالكلاس دياجرام. فعندي هنا كلاس دياجرام بتوين اه كونتري وسيتي وفلايت. طبعا اه يعني الواحد بيبقى مثلا عايز يجمع داتا عن اللي بيحصل مسلا في ايه? اه مسلا في المطار مسلا فغالبا بيروح يلاقي حاجة اسمها وحاجة اسمها فغالبا يبدأ يبقى فاهم ان فيه رحلات يعني مغادرة ورحلات وصول. اه وحقول بقى ان انا عندي رحلات المغادرة والوصول دي ليها علاقة بالايه? بالفلايت او هي الفلايتز ذات نفسها. اه والفلايتز دي ليها علاقة بالمطار. سيتي مسلا او ايربورت ايربورت مفروض انها تبقى اقوى يعني. انما سيتي مسلا كانها مور ابستراكت عن الايه? عن ايربورت. يبقى خلاص يبقى فيه مسلا اه هنا في عندي بتوين السيتي والفلايت. في عندي حاجة اسمها اه دول كانتهم اتنين بيربوتوا السيتي انها تبقى هي اللي البداية تروح لها الرحلة او توصل لها الرحلة. فغالبا هنا عندي كيس بقى ظهرت لي اول مرة مسلا في الايه? في الاو او في الزد ان انا في عندي اتنين او اتنين او اتنين بين نفس الكلاسز. غالبا محتاجة استخدم اللي هو محتاجة استخدم ما قالتش اللي هو فكرة الايه? فكرة طبعا اللي هي هنا اللي هو مكتوب ايه? دي بارشل فلايت اررايفال فلايت. اه تو سيتي او فروم سيتي. اللي هو الاسم اللي مكتوب ناحية الايه? ناحية الكلاس. فانا لو سيتي مثلا وعايز اروح اعرف الفلايت اللي هتوصل مثلا في الستي ديت. فدي استخدم كلمة اه ار 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 اف. او لو انا عايز اعرف من الرحات اللي هتطلع من هنا دلوقتي. فاستخدم او كمان دي اي او بي اف. اوكي? ونفس الاسلوب. الفلايت عايز اعرف الفلايت دي راحة فين وغاية منين? استخدم تو سي. اللي هي تو سيتي اند فروم سيتي. فابقى عارف مين الايه? مين بتوعها. تمام? طبعا سيتي وكانتري ممكن ابقى اربطهم مع بعض بحيث ان انا ابقى عارف ان السيتي ديت لها دعوة بالكانتري ودي غالبا وانتو ميني? فين الفانكشن هنا? الفانكشن هنا اللي ممكن تبان عندنا ان انا غالبا هيبقى في عندي فانكشن من السيتي للكنتري لانا ما عرف سيتي هبقى عرف الكنتري بتاعتها. انما العكس لأ. لان الكانتري فيها كزا سيتي. فيها ميني سيتيز. اوكي? طيب. اه السيتي والفلايت? في بينهم اه فانكشن ولا لأ? السيتي والفلايت. اه الفلايت محددة انها طالع من سيتي ورجع عند سيتي. فهنا كأن في تنين فانكشن. واحدة اللي هي الخط الاولاني واحدة اللي هي الخط التاني. فبالتالي اقدر اقول ان انا عندي ايه? اتنين فانكشن. الدومين بتاعهم فلايت والرينج بتاعهم سيتي. واحدة فانكشن. الدومين بتاعها سيتي والرينج بتاعها اللي هي الايه? اللي هي الكانتر. فدي اللي هي اللي انا حابدأ اعمله دلوقتي في الايه في الزيت. زي ما اتفقنا الزيت يبقى فيها ايه? يبقى فيها اول حاجة سيتس. ممكن يبقى فيها وممكن يبقى فيها سيكوانس. فانا غريبا هابدى ابص معاكم على الايه? هختار اللي انا هحتاجها في السيستم ده. احنا هنا كأننا بنرفير للموضوع من ناحية الكلاس ده يجرى. بس انت بقى كانت مفروض تفكر لوحدك من غير الكلاس ده يجرى. فهنا طبعا في عندي اه يعني غريبا ست حتة. الزور اللي هما هبقى عندي ستي موجودة عندي في السيستم. كم موجودة في السيستم? وهيبقى في عندي ثلاثة فونشن. فونشن اللي هي من ستي وفونشن اللي هي تانية من ستي بس واحدة بتقول لي انا راهي عنداني ستي واحدة بتقول لي انا راجب من عنداني ستي. sunk عينة يعني? لما عرف fastみたいان رقم ms 121 ابقى عارف مسلا انها مغادرة مسلا من القاهرة. 122 مسلا ms 122 مسلا راجع للقاهرة. وهكزا. طيب. آآ هنا في عندي برضو اللي هي اسمها آآ هسميهم برضو اف واحد و اف اتنين و اف تلاتة او اسماء شوية هتكون ازرف يعني ممكن اسميهم فروم سيتي وتو سيتي آآ ماي كونتري آآ يبقى غالبا آآ الاسم دوت هيفيدني في ان انا ابقى فاهم ازاي عبر عن الحاجة عندي ايه بطريقة كويس يعني كويس طبعا يعني ان الواحد يبص طبعا ده انا عامله باليوز كيس آآ شوية من نوع من نوع التلاتة دول ورابطهم مع بعض وطبعا ده بيوضح يبقى الدنيا شكلها عاملة ازاي الواحد يبقى فاهم آآ مسلا السيتي اللي في الوسطة مسلا الفلايتس اللي على الشمال والكونتري اللي هي اللي على يمين يبقى فاهم طبعا كل حاجة ازاي مربوطة بالحاجات التانية وان هو مسلا لو في كنتري عايز يجيب الفلايتس اللي بتطلع من الكونتري دي يجيبها ازاي يعني مسلا الاول كنتري وبعدين اروح على اللي في الكنتري زي مسلا ايجيبت فيه اتنين فيها اليكس وكايرو اسكندرية والقاهرة وبعدين في القاهرة والاسكندرية في عندي شوية بقى ايه ريليتد فممكن ابدأ ابص على على ابدأ ابص طبعا على حتة اللي هي ايه 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 اللي طالع مسلا من مصر او ايه اللي راجع مصر فممكن ساعتها ابدأ ابص بالكلام ده عن طريق ان انا انا وانا في كنتكست كنتري مسلا ابدأ اروح عند سيتي وبعدين ابدأ اروح عند فلايت فالكلام ده طبعا يعني ايه اه هو كأنه بتوين الاو سي ال والزد بس احنا هنا بس بنفهم الزد بطريقة قوية لما شوف الايه شوف الاوبشكت بتوعي يعني فين الفنكشن بقى الفنكشن هنا عندي فنكشن ريد اللي هي الفنكشن الحمرة اللي هي الخطوط اللي وصلة من 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 الزد دي سوى الغلط زي. طيض. اه. احنا كده فهمنا شوية. هنا الكونتري ليست. مثلا هنا الستي ليست. وهنا هيبقى فيه بينهم الفانشن اللي هي بتقول لك. الستيتي دي انت رايح عند اني ايه? عند اني كنتري. نبدأ بقى نكتب اول سكيمة عندي. اول سكيمة في الزد. هقول له ان انا عندي اه اللي هما الهاجات الزرقة والايه? والبني اللي هما دول. اللي هيا اللي فاتت يعني. اه قبل دي. اه هعرف الست حاجات دول. اوكي? وابدأ طبعا اقول له ايه? كل بقى هتعدل فيهم ازاي? او هتغير فيهم ازاي? فده اللي احنا هنحاول ان ايه? نبدأ نتكلم في دلوقت يعني. كمان? فهنا طبعا اوضرح ان انا عندي زي تلات اه حاجات او سوري يعني تلاتة فونكشن. وتلاتة لست. فهنا عندي كتبهم انا بالترتيب الفونكشنز فوق واللست تحت. ماي سيتز. اه دي عبارة عن سيت من السيتي. ماي كانتريز. سيت من اللي موجودة في السيستم? ان دي ماي سيت من اللي موجودة في الايه في السيستم. طيب والعلاقة بينهم عاملة ازاي? اللي هما تلاتة فونكشن. اسمهم ايه تلاتة فونكشن? واحدة اسمها فروم سيتي. الدومين بتاعها فلايت والرنج بتاعها سيتي. توا سيتي الدومين بتاعها بردو Alles والايه والرنج بتاعها سيتي. واحدة بتقولك الدي رايحة فين? واحدة بتقولك يا جاية منين. ماي 끝ولي اللي هي طبعاً between love. والايه والكاندري. طب كويس قوي. عايز اربطهم مع بعض بقى تأكد ان هما ما بيحصلش لخبطة. او ما بتحصلش حاجة غريبة. فغالبا دايما الحتة اللي هنا دي في اول واحدة اللي هي تقول له الرينج والدومين بتاع كل حاجة هو ايه? ايه الرينج وايه الدومين? فطبعا الرينج اللي هو معناه الفونشن دي هتوصل لحد فين? اه فطبعا اه هنا اه الرينج بتاع اللي هي جاة من وراحة في الاخر هتوصل لماي سيتز هيبقى الدومين بتاعها ايه? طيب والدومين بتاع آآ غالبا برضو هيبقى ايه? هيبقى ماي آآ فلايت. الدومين اللي هو اللي هو اللي هو ايه فين? ففهمنا طبعا ايه? المنظر هيبقى عامل ازاي? اللي حبة اللي فوق بيسموهم او بيسموهم او الحبة اللي تحت بيسموهم زي ما احنا ايه? زي ما احنا معارفين. دلوقتي بقى اي سيستم هياد فلايت هياد سيتي هياد كونتري آآ كأنه هيتعامل مع حاجة اسمها هيتعامل مع الايه? هيتعامل مع الايه? مع هيتعامل معها طبعا عن طريق ان هي مسلا يا اما دلتا يا اما مسلا ايه? غالبا ده اللي هنشوفه حالا يعني. فدلوقتي احايا ابدأ اتكلم على مجموعة من الايه? من بتحصل. الاوبريشن دي اللي هي هتبقى في الاخر كأنها او كأنها بتقاد مسلا او بتقاد مسلا مسلا انها بدل ما تروح على السيتي دي هتروح على السيتي التانية. فالكلام ده ممكن ايه? نعمله ازاي? طبعا هنا آآ عندي انت ان ده هي معناها ودي معناها ان هو اول حاجة بتحفل في السيستم ان هو بيفضل ايه? ايه داتها بتاعته كأنه بيقول كلهم هيبقوا فاضين. كل السيتس والفانكشن هيبقوا فاضين لان انا لسه كأني مسلا ايه? بدأ السيستم فروم سكراتش. والكلام ده هيبقى دلتا فلايتس يعني ايه? بيغير الايه? السكيمة بتاع فلايتس. وهيحافظ على كل الحاجات اللي فيها ان هما كلهم فاضين في الدومين فاضي والفانكشن الدومين بتاعها فاضي ما فيهاش حاجة فايه? فهيبقى الدنيا تمام. مفيش مشاكل يعني. امتى تبقى في مشاكل? ممكن تبقى في مشاكل لو لو واحدة من الفانكشن بتاع دولات فيها والدومين والرينج بتاعها ما فيهوش المزبوطة. فغالبا كأنك بتعمل يعني او بتعمل فهنا هبقى متأكد انها بادي من عند حالة وبعدين حفضل على طول مكمل بالابريشن ايه? بالابريشن بتاع دايما بتبقى اول خطوة في اي بروف ان انا ابدأ من يعني ابدأ من الحالة وبعدين ابدأ ايه مجموعة من فزي ما بيقولوا الحاجة اللي تبدأ بداية صحيحة بتفضل مكملة طريقة صحيحة. نعم لو انت مش ضعم ان البداية بتاعتك فغالبا هتبقى الدنيا ايه? هتبقى الدنيا من لخبطها. طيب تعالوا بقى نجرب مع بعض دي بيسموها او نعمل مع بعض ايه? طبعا عشان اد فلايت. لازم اقول له الفلايت دي اه اديها رقم ويبقى في عندي نوع من الفلايت. وكمان اقول له انها بتوين ستة واحد وستة اتنين. ستة واحد مسلا تبقى هي السورس. وستة اتنين تبقى هي الايه? تبقى هي الدستانيشن. فاول حاجة في الحتة اللي هي بتاعت الديكلياريشن. مين اه اللي هيحصل فيه تشينج فلايتس. اللي هي السكين بتاعت فلايتس. اكي? طيب ايه تعريف الامبوت والاوبوت? طبعا انا عندي تلاتة برامترز او تلاتة امبوتس. اه واحدة فيهم نوحة فلايت. اللي هي اف ال وان. واتنين نوحهم ستي اللي هما ستي وان وستي دو. هيحصل ايه بعد الفنشن دي ما تخلص او بعد ما تتم? اه هيبقى في شوية حاجات عندي حتى ايه? هتحصل دلوقتي. هنا البري والبوست مع بعض. البري والبوست مع بعض. طبعا اول حاجة بقوله ان انا عندي ستي واحد وستي اتنين ان هما يكونوا من الايه? من السكتس بتوع. يعني انا مش هققت ستيتس جديدة. انا بس بقيت فلايت بتوين حاجات ايه? مش موجودة. الفلايت دي هي بقى مش ايه? مش موجودة قبل كده. فانا كاني هققت يعني كلمة اف ال وان دي جديدة. انما ستي وان وستي تو يكون موجودين قبل كده. فمسلا لو انا عايز في السيستم ده اعمل رحلة من القاهرة الاسكندرية لازم القاهرة الاسكندرية يكونوا موجودين في السيستم. ممكن تكون فيه ميسوت تانية او تانية بتاد سيتي. للايه? للقاهرة او لاسكندرية. فغالبا هن ايه? هنتكلم مع بعض على هذا ال ايه? هذا الموضوع. طيب اه هنا باد او بقوله ستي واحد من بتشاول ستي اتنين. طبعا دي حاجة منطقية ان انا هعمل رحلة مافيش رحلة بتطلع من المطار تقعد تلف وتفضل في نفس مكان بتاعتها تاني. طيب. اه فروم سيتي بتساوي فروم سيتي. اه. طيب هنا طبعا واضح ان انا في عندنا يعني اه حتة محتاجة تزبط شوية اللي هي البوست كونديشن. طبعا لازم اقول له الفاليو اللي في الاخر. بتساوي الفاليو اللي في الاول. زائد كزا كزا كزا. اوكي? فهنا معناها ان هو دي اللي هي الفانشن. حيضيف عليها حتة او حيضيف عليها خط. الخط ده اللي هو ايه من فلايت وان لستي وان. والتاني طبعا حيضيف عليها خط تاني اللي هي من فلايت وان لستي وان. يعني كأني بعمل خط بتوين الايه? صحي. خط بتوين. اه. خط بتوين الايه? الحاجات يعني لو رجعت مثلاً هنا معاكم بسرعة كده. مثلاً انا عايز مثلاً اضيف ريح الاسمها اس في مية واحدة ثلاثين. اس في مية واحدة ثلاثين دي. اللي هي مثلاً من اسطنبول مثلاً لباريس. فغالباً انا عايز احط الخطين دو. ممكن تكون اس في مش موجودة انا بقول على السيستم كده. انما دول سيتس دول اسطنبول وباريس يكونوا موجودين قبل كده. فانا اللي هعمله ان انا هنشئ الخطين دو. هضيفهم على بتاعتي. اللي هي تو سيتي وفروم ايه? وفروم سيتي. كويس قبل. طبعاً تمام? معلش احنا هنا كده دلوقتي. اه اه احنا هنا كده خلاص. يبقى احنا كده فهمنا هيحصل ايه بالزبط? طبعاً ماي فلايتس هيزودها اهو على الايه? على الفلايت الجديدة بايز انا تبقى موجودة عندي. اه وهكذا تبقى الدنيا ايه? تبقى الدنيا يعني مزبوطة او ايه? او تمام. اه طب تعمل ده مع بعض. طبعاً هنا بقى مسلا ايه? عايزين بقى نعمل خطوة اللي هي اسمها دي بقى من اهم حاجات في الايه? اللي هي ان انا دي هتعمل ايه في السيستم اللي عندي? فغالباً اه الفكرة اللي انا حبق احطها دلوقتي اللي هي كأني حمشي اه عايز اثبت كذا اوكي? عايز اثبت كل حاجة جديدة بتاعتها زي القديمة. دايماً كانت في القديم بتاع من غير الابوستروف بتساوي من غير الابوستروف اوكي? الدومين بتاع من غير الابوستروف بتساوي من غير الابوستروف. فانا محتاج اعمل الكلام دوة دلوقتي. اه واشوف ايه اللي هيحصل في الايه? اللي بصوا ان هنا لسه معدل فيهم. اللي هي الحاجات اللي تحت دي. اللي هي في اد في لايت. الحاجات اللي تحت دي. عايزة عبر عنها احطها. واشوف ايه اللي هيحصل. هيبقى مظبوط ولا مش هيبقى مظبوط يعني. هنا محتاج شوية من الايه? من الحتة بتاعت السيتس. السيتس خصوصاً اللي هي الديفرنس واليوني والانترسكشن. اه لما يكون فيه ستس معينة. يعني مثلاً واحد واثنين. يونيون تلاتة واربعة. هي نفسها ان انا اخلي واحد يونيون تلاتة واربعة. واتنين يونيون تلاتة واربعة. فممكن اعمل على اليونيون والانترسكشن والديفرنس. اه فطبعاً محتاجة بقى افهم الحاجات دي كويس عشان ايه? اعرف ان انا استخدمها بطريقة ايه? بطريقة صحة او بطريقة مزبوطة. فخلينا مثلاً نعمل مع بعض حتة معينة اللي هي الهايلايته ديت. اه نعمل مع بعض حتة اللي هي الهايلايته دي فغالباً هنا هن ايه? هنبدأ مع بعض نبروف حتة معينة. اهو. مسلاً اللي هي الايه الجديدة بتساوي ايه الجديدة? حبدأ اشوف هي كتبتساوي ايه? فطبعاً هعبر عنها هتطلع بتساوي اه فروم سيت اللي كتب موجودة قبل كده. زائد الايه? اف واحد. اه معلش لو احنا بس هنا اهو في اه حتة غنانة كده محاجة تتشعر اللي هي دي. هنا اه اوكي. فروم سيت الجديدة بتساوي فروم سيت القديمة زائد الايه? اللي هو كأنه حتة من الفانكشن. يعني دي كانها الفانكشن. اوكي? فانا بقول ان السيت الجديدة بتساوي السيت القديمة او فروم سيت الليست الجديدة بتساوي الليست القديمة او اكشوري الفانكشن الجديدة. بتساوي الفانكشن القديمة مضاف لها الحتة الجديدة لانا لسه ايه? لسه ضايفة. دلوقتي انا عايز اوزع الدومين على الكلام ده. عايز اوزع الدومين الكلام دا فالدومين كانتها هتقبلية على الهتة دي وعلى الهتة دي. فطبعاً الدومين لما تقبلية على فروم سيتي. هتبقى حتة لوحدها زائد انها هتقبلية على فنشن. من Anti-flow للطب curious head Quest любit1rad Florence فطبعاً الدومين بتاحها 4 족� và rangeeth best Labud혁 trfullcurpr准 فطبعاً هاخد الدومين بس اللي هو هيبقى full fix bring back Talks FL1. فطبعاً ه wrapper مع بعض فده هجيب لي اللي هو Ehh sous زائد فطبعا يبقى بالمنظر ده عرفت ان الايه اللي هيطلع هيبقى هو آآ ماي فلايتس آآ آآ داش. يبقى في الآخر الدومين بتاع فروم سيتي بيساوي ماي فلايتس الجديدة بيساوي ماي فلايتس الجديدة. يبقى انا كده كأني ثبت حتة من الايه من اللي عندي. انا كان عندي ستة حتة. ثبت حتة منهم دلوقتي فتبقى الدنيا ايه ماشي تمام. الخطوات اللي انا استخدمتها وانا بثبت شوية ليها دعوة وليها دعوة بالفاليوز اللي كانت موجودة قبل كده. لو في عندي حاجة ناقصة يبقى انا بتاعي مش كامل او محتاج ان هو يتزبط او محتاج ان هو يتعدل ايه بطريقة مزبوطة او بطريقة ايه بطريقة قوية يعني عشان يبقى فاهم الدنيا بيحصل فيها ايه بالزبط يعني. فطبعا دي الافكار اللي هي يعني الاساسية ان الواحد ممكن يحتاج الزد فيها عشان يقدر ان هو اه يبقى ماشي بطريقة صح يعني. طبعا بتاع استخدام اه اتأكد ان ما فيه سايد افكت هيحصل يعني دايما انا محافظ على الشروط دي. والشروط دي قبل ما تشتغل وبعد ما اشتغلت خضرت صح. فيبقى كله حاجة هيح تبقى تمام بالمنظر ده. اه طبعا يعني 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 في حالتنا دي ان مفيش مسلا جات من فراغ او ان مفيش مسلا حاجة بضافة ما كانتش موجودة مرة واحدة لقيتها في السيستم. مفيش حد عمل خطوات راندم في الفانكشن كده. ما كناش مخطن لها من الاول. فده اللي يخلي الفانكشن بتاعتك او الكوب بتاعك يبقى هاي كواليتي. ان انت يعني مش هيقعد يعمل حاجات من مخه. او مش هيقعد يختارح حاجات من ايه من مسلا من المريخ او يعمل عشان يعرف يعمل حتة معينة. فانت كأنك بتقول له انتنا لازم نلتزم بالحاجات دي كلها من اول فانكشن لحد اخير. بس في المقابل لازم اللتزامات دي تكون صحة. مش تقعد تقوله اي حاجة لازم بها وخلاص لأ لازم يكون اللتزامات بتاتك صح. عشان كده لازم واحد يكون كويس يكتب. وبعدين هيبقى الموضوع السهل عن اللي يعني الاول. لان الدنيا هتبقى شوية او هتبقى شوية ايه مقيدة يعني. اه تمام طبعا هنا اه طبعا هنا يعني ممكن ممكن هنا كان فيه مثال اهو ان انا مسلا دولت ببدأ بابدأ العب دور اه مسلا البروجرامر وبشوف لو انا هعمل دي بطريقة صح او بطريقة مصطح ممكن ايه اللي يحصل يعني. يعني مسلا هنا اه انا فكرت ان انا اعمل ايه اد سيتي كمان يعني. يعني اقول مسلا دي مسلا لو مش موجودة هاضفها. اوكي? فغالبا هنا عندي زي ايه? زي مسلا ما بيقولوا انا ببدأ اا اعمل حاجات مانهاش لازمة جوه اد. فطبعا دي اول حتة اللخبطة ان انا اخلي المسل بتاعتي بتعمل كذا حاجة او يبقى ليها كذا اهتمام. فدي من الحاجات اللي هي ممكن تلخبط اللي ايه? تلخبط الدنيا. اا هعرفها امتى انهم لخبطة الدنيا? اعرفها ساعة البروف اوبليجيشن. ساعة البروف اوبليجيشن. هلاقي نفس ان انا واقف في حتة او مش عارف ازبتها. اكي? فهنا طبعا يعني الابريجيشن هنا او السكيما هنا. اختلاف عن السكيما اللي فاتت اللي هي ان هو مش ايه? مش حاطط اا موجود عنده في السيستيم. يعني طبعا لو بصيت معكم على الجزء بتاع الانفاريانت هلاقي ان سيتي وان وسيتي تو دوزنت بلونج فده الاختلاف الايه? الاختلاف الخبر. فطبعا انا محتاج اضافهم هما كمان. فطبعا ضافتهم اللي هي في الاخر الابريجيشن دي كأن انت بتعمل تاني او بتعمل ايه? اهتمام تاني بتاعتك ما كانش موجود ايه? ما كانش موجود قبل كده. آآ ماشي. خلص فهمنا كده الدنيا هتبقى اشغالها ازاي يعني? وايه الحاجة اللي ممكن ازاي بتحصل في الزيد? آآ يعني اختيار او اختيار بتاعت الزيد. آآ بعد كده طبعا ان انت غالبا هتستخدم اللي هي بيسموها آآ وهتبدأ ان انت آآ تحط الفانكشن الدومين بتاعها كزا والرينج بتاعها كزا. وآآ يبقى عندك اسكيمة اساسية فيها الداتا بتاعتك الاساسية وهيبقى عندك بعد كده طبعا الانيت اللي هي تبدأ مكام. وممكن بعد كده طبعا يبقى في عندك على الايه? بتاعتك كل واحدة هيبقى ليها اسكيمة وتتأثر ازاي وتأثر ازاي في الحاجات اللي اللي فوق. هنا في اسكيمة آآ نوحة كأنها بترجع بس. انا كده عايز اقول له آآ عايز اعمل جدول زي المرسوم قدامنا ده اللي هو يقول لي مسلا ان احنا مسلا في ايه? في القاهرة مسلا ايه الرحيات اللي طالعة من من قاهرة. فمسلا ايه? آآ ده اللي هعمل. فالفكرة هنا ان انا هقول ان انا هغير مش هغير بس هستخدم السكيمة بتاعتها. آآ هيبقى في عندي اللي هو وهيبقى في عندي اللي هو عبارة عن ايه? عن مجموعة من يعني هيبقى في عندي ست من الفلايت سهي هترجع لي كايه? هترجع لي كاوت. كويس. يبقى في امبوت واحد اللي هو اني سيتي. وفي عندي طبعا ايه? اوبوت اللي هو آآ ماي فلايتس. اوكي? اللي هي اسمها دي بارشل فلايتس. طيب عايز اتكلم بقى على البري والبوست. فهنا قلت ايه? البري كونديشن. او قلت ان انا دي تكون موجودة عندي. ما يكونش مسلا بلد مسلا ما عرفهاش. اوكي? فلو بلد ما عرفهاش مش هعرف اجيب الريزولت بتاعت. فهنا بقول ان انا لازم يكون عندي الايه? طيب. في هنا بقى حتة اللي هي ممكن نكون فهمناها كويس دلوقتي اللي هي بيسموها اللي هي بقول له ان دي بارشل فلايت هتساوي كزا. هور اف كزا كزا كزا. اوكي? طبعا البار اللي في الوسط دي معناها هور اف طبعا معناها الايلمنت اللي هتبقى عندي فانا حبني كياني حبني اه ست. اه عن طريق ان انا اتشك على الكونديشن دي. فروم سيتي اوف اف بتساوي سيتي وان. يعني كايني هتدور في كل الفلايتز. حد فيكو تطلع من القاهرة. فلو حد فيهم طلع من القاهرة هضيفه معي. ما حد يشطلع من القاهرة هستعملوا سكيب وروح على الايه? وروح على لبعدي. طبعا يعني كأنه مثلا هنا ممكن يبقى ازاي ينفذ الكلام ده. انما كأنها بتقوله في الاخر انا عايزة كزا. او في الاخر الاوب بتاع شكله هيبقى ايه? شكله هيبقى كزا. فكأن يعتبر او اكتر من الايه? اكتر من الزيد. فطبعا هنا الفكرة ان انا الفانشن دي اه ما بتغيرش ما بتغيرش اللي هي بيسموها السكيمة. فغالبا هتبقى محافظة على الايه? مش محتاجة يعني. لقد ده مش هبتغير حاجة. فطبعا بقى ممكن نشوف الصحة بتاعتها او الدقة بتاعتها. اه دي لح تبقى الحاجة اللي هي المهمة مثلا في التستنج. انما غالبا الفانشن اللي بترتيرن ما بقاش لها لانها مش بتعدل في الايه? في الداتا بتاعتها. فطبعا هنا جاي من حتة اللي هي بتاعت التلات خطوط اللي قدام في لايتز دول. معناها ان انت حتى لو غلطت في ان انت غيرت حاجة في او في هيحصل مشكلة عندك. في الزد. هيقول لك ان في مشكلة حصلة ان انت بتغير حاجة. وانت مش استرائز ان انت تغير. لان جيت فاعتقد يعني ان الموضوع دوت ممكن يثبت شوية فكرة الايه? الزد في مخنا. ايه الداتا الاساسية بتاعتي? اللي هحطها في الزد. اه لازم الواحد تتدرب شوية على الحتة بتاعة اللي هي المنظر ده. اه اه كل اه غالبا هتبقى مجموعة من الايه? من طبعا لانها مش هيبقى فيها اه هيبقى في عندي جاية من واحدة رايحة للتانية جاية من ناحية رايحة لناحية ولو عندي غالبا محتاج احط حاجة في الوسط بينهم. فغالبا دي هتبقى هي لايه الفكرة? اه ابدأ اعمل اللي هي فيها الداتا الاساسية وغالبا هيبقى فيها المختلفة كام واحدة والسيتس المختلفة. وعلاقتهم طبعا ببعض. اه كل حاجة مسلا انها هتبقى او انها تبقى فاضية. وبعدين ابدأ اعمل بتاعتي واحدة وراء التانية وهنا طبعا يعني كان فيه هنا عندنا ان احنا بنقول ان الجديدة بتساوي القديمة اه ازاي? هنا بحط في الجديدة اللي هي بتبقى فيها اللي هي البوست. فهنا دي كانت ايه? كانت غلطة يعني. ايه? 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 فهنا كده طبعا الدنيا بتاتضح. اه بعد كده طبعا ببقى في عندي خطوة ان انا عايز ازبط حاجة مسلا ان انا الحتة دي. الفانكشن دي لما هتشتغل اه هتخلي جديدة بتساوي كزا وتو ستجديدة بتساوي كزا وتو ستجديدة بتساوي كزا وتو ستجديدة بتساوي كزا. دول التلاتة فانكشن. اه فطبعا حبدأ ان انا ايه? اتعامل ايه? اتعامل معاهم. طيب مثلا لو انا نسيت مثلا حاجة زي دي. نسيت السطر ده. ما بحطش الفلايت اللي انا اضفتها جوة الفلايت بتاعتي. جوة ست بتاعتي. فحلاقي ان البروف اوبليجيشن هيوقف. مش هارده يشتغل. حيوقف يقول لي ان ده ما بيساويش ده. انت محتاج خطوة كمان تعملها عشان ايه? تعمل الحتة دي. فالميزة ان البروف اوبليجيشن كأنه بي ايه? بيوضح لك انت ناقصك ايه? او اه في حاجة ناقصة. يعني يقولك ان ان كده ايه ما ينفع? كأنك من بدري بتقول الديولوبر لازم تعمل الحتة دي في الفانكشن. وايه الا مش هارف ازبت. مش هارف ازبت ان الفانكشن دايما هتبقى ايه? مش هتعمل ايه? او بتاعتك مش هتعمل ايه? كويس. وطبعا دي من المزايا اللي هي الايه? المهمة اللي احنا اتكلمنا عليها. فارجو طبعا الجزء بتاع الزد دوت يبقى يعني ايه? وممكن طبعا المحاضرة التوتوريال دوت والمحاضرة بتاعت الزد برضو نرجع لها. وغالبا كنا في حاجات نسجلنها في الترم اللي فات في السمستر اللي فات. فان شاء الله برضو هبحاول ان انا احطها لكم برضو في نفس البلاي لست بتاعت الايه? الحاجات اللي هي بتاعت الزد يعني بحيس ان كل الحاجة تبقى ايه تبقى تمام يعني. فلو في حد عنده اسئلة يقول لنا. لو ما حدس عنده اسئلة يبقى ايه يبقى تمام كده يعني النهاردة ان شاء أيهاا لا نحاول